بسم الله الرحمن الرحيم إلا حل الواجب طبعاً ممكن أيضاً يساعدنا في حل هذه الأسئلة الثانية قال لنا في هذا السؤال التالي في هذا السؤال التالي القيمة الأولى 25 والقيمة الثانية ضرب 125 والثانية 150 تربيع الآن من هو الأكبر؟ هنا علشان أحل هذه المسألة لابد أولاً أروح أحللهم لمية وخمسة وعشرين عبارة عن كم؟ عن خمسة وعشرين ضرب خلينا بكتبها بالتكسيت يكون أفضل إلا نروح نكتب إلا تكسيت هنا عبارة عن كم في كم في كم؟ عبارة عن خمسة وعشرين ضرب خمسة وعشرين ضرب خمسة وعشرين حلو؟ إلا عبارة عن ثلاث مرات من خمسة وعشرين حلو؟ نروح إلى الثانية هنا المية وخمسين عبارة عن كم؟ المية وخمسين عبارة بعد لازم أجيب خمسة وعشرين لأنه لأنه ما دام أندي خمسة وعشرين ضرب ستة وأيضاً خمسة وعشرين ضرب خمسة وعشرين ضرب ستة بدل ما أروح أنا أضربهم أتعب نفسي وأروح أضرب الأعداد هذه كلها أروح أسوليه تحليل وبعدين أروح أختصر يلا لاحظوا الاختصار الحين أروح أختصر خمسة وعشرين مع خمسة وعشرين خمسة وعشرين مع خمسة وعشرين والروح نضرب ستة ضرب ستة كم الجواب يصير ستة وثلاثين وهناك عدنا خمسة وعشرين إذن من هي القيمة الأكبر؟ القيمة الأكبر هي من؟ هي الثانية القيمة الأكبر إذن يصير الإجابة فقرة B واضح؟ فقرة B مو فقرة ألف فقرة B فقرة B القيمة الثانية أكبر يلا نروح إلى السؤال اللي بعد قالينا ما نسبة عدد الأشكال المضللة إلى باقي الشكل هنا طبعا عندي أشكال مضللة إلى باقي الشكل علشان أحسب كم عدد المضلل هذا المفروض مرة بسيط المضلل كم عندي؟ هذا المضلل يعني عندي اثنين مضلل على كم الباقي كله لو نحسب واحد اثنين هنا اثنين وبعدين هنا لازم أقسمه وهنا لازم أقسمه لأنه لازم يصير نفس الحجم صح؟ لازم يصير على نفس الحجم المفروض على هنا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وكم؟ عاشرة لأن أنصاف قسمناه لأن ما منحسبه هذا لحالة واحد واثنين ونحسب كلهم ستة وثمانية على باقي الشكل إذا كان هذا كله مضلل كامل فبيصلنا اثنين على ثمانية ولكن المضلل صاير عندي نصف مادم مضلل نصف إذن نصفناهم كلهم إذن على الباقي الشكل كم كله باقي الشكل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن على كم صار عندي على عشرة إذن نروح أقسم على الباقي اثنين على عشرة كم الجواب بيصير واحد على كم على خمسة نلاحظ الإجابة هنا مي موجودة فبتكون الإجابة فقرة دي وين أوفر فايف واحد على خمسة الإجابة فقرة دي صح ليش بيصير اثنين على عشرة ايه او اثنين على عشرة اقول لا او اثنين على عشرة مي موجودة اثنين على عشرة موجود واحد على خمسة ايه اثنين على اثنين عش ايه او اثنين على اثنين عش صح بس لأنه قالينا إلى باقي الشكل لازم التفت ما قالينا إلى الشكل إلى الباقي عدد الأشكال المضللة إلى باقي الشكل باقي يعني العداد المضللة الباقي يلا السؤال إلا بعده قالين عند رمي قرش ونرد في نفس الوقت فما احتمال ظهور الصورة مع الرقم خمسة هنا طبعا بالنسبة لرمي القرش إما كتابة أو صورة يعني إما لوجو له L أو الفيس ولكن هنا احتمال الرمي مع النارد ما لهم علاقة ببعض يعني هنا احتمال صورة واحد على اثنين احتمال الصورة ضرب احتمال ظهور العدد خمسة بالنسبة للنارد واحد على كم كم الرقم واحد النارد فيه كم عدد فيه ستة عدد واحد على ستة اروح اضرب الآن واحد على اثنين ضرب واحد على ستة الجواب كم صير واحد على اثنى عشر إذن الإجابة وش بصير عندي لا لا لتفتي يا إسراء لتفتي يا إسراء عبدالله عقيلي موجود عبدالله عقيلي وين عبدالله عقيلي موجود إذن واحد على اثنى عشر وينو عبدالله عقيلي إذن الإجابة فقرة ايه ممتاز وينو عبدالله عقيلي موجود يلا اروح إلى السؤال الرابع قال لينا في السؤال الرابع قارن بين القيمتين التاليتين يلا ماذا يساوي هنا في السؤال الرابع علشان أحل هذه المسألة التالية في السؤال الرابع أروح أوجد الناتج أروح هنا أطلع الجواب أوحد المقامات كم يطلعوا ليني يا عبدالله عقيلي إذا وحدنا المقامات كم يطلعوا يطلعوا ليني طبعا لا تخطأوا في الاختبار إنكم اطلعوا هذه مباشرة لأن هذه عملية جيم أي مسألة اللاعيد أي مسألة ياسر أي مسألة ثلاثة يلا ناخد مسألة ثلاثة قال لينا في سؤال ثلاثة هنا التفت الآن عند رمي قرش أو قرش ونرد في نفس الوقت القرش ما لعلاقة في النار يعني ما يتأثروا ببعضهم بعض فما احتمال ظهور صورة هذا القرش فيه كم احتمال احتمالين يا صورة يا كتابة فما احتمال ظهور صورة إذن نقول ليه بيطلع علينا مرة من كم من مرتين ما دام كل واحد ما له يعني علاقة في الثاني فيصير ما بينهم عملية ضار اروح اضرب اروح اضرب محتمال ظهور الرقم خمسة الخمسة كم مرة من كم النرد النرد أو المكعب من كم من ستة عدد إذن واحد من ستة واروح اضرب واحد ضرب واحد كم الجواب يا عبدالله قيلي واحد اثنين ضرب ستة كم الجواب يصير يا ياسر اثناش إذن الإجابة تكون في هذه المسألة فقرة مين فقرة ايه حلو يلا نروح مسألة السؤال الرابع قالينا في السؤال الرابع هنا لا تخطأوا مباشرة تروحوا تطلعوا تقول اوه جدر ستة وثلاثين ستة وجدر ربع وستين ثمانية إذن يطلع متشابهين لازم هنا تطلعوا مادم عندي عملية جم اروح حول عملية الجم اروح اجمعهم واطلع الجواب الناتج اوجد الناتج يلا هنا مقامة واحد مادم نشوفوا واحد يعني نقدر نخليه ثمانية على ثمانية إذن هنا بصير لنا ثمانية على ثمانية لأنه قيمته واحد علشان واحد المقامات الجواب كم يصير عندي ارباطعش على ثمانية حلو أنا هنا لازم بعد واحد المقامات أستاذ زينب كم مقاماتهم هنا بصير عندي مقاماتهم كم أستاذ فاطمة ضيف مقاماتهم كم يصير اربعة وستين بدل ما أخلي الواحد كامل يصير ليه أربعة وستين على أربعة وستين حلو كم يطلع الجواب الآن إذا أربعة وستين على أربعة وستين كم الجواب يصير مئة على كم على أربعة وستين الآن أربعة وستين الآن أربعة وستين الآن أربعة وستين كم جدر المئة كم جدر المئة عاشرة جدر المئة يساوي عاشرة على ثمانية من هو الأكبر الآن مين الأكبر الآن لابد أن تتعاملي بالطريقة الصحيحة الطريقة العلمية ما تكون تتعاملي بطريقة كده إن تروح توجد الجواب على طول دائرك يلا ناخد المسألة اللي بعدها قال لينا في السؤال التالي إذا كان عشرة أس إكس يساوي واحد على عشرة وتسعة أس واي يساوي ثلاثة إذن أوجد ناتج إكس زائد واي كيف نوجد هذا الناتج أروح أجيب قيمة إكس عرفتي يا أستاذ زينب نجيب قيمة إكس كيف نجيب قيمة الإكس هنا يلا فإذا أبغى من هذه المسألة علشان أوجد قيمة إكس كيف نوجدها أروح أقلب الأعداد أروح أقول عشرة أس إكس يلا انتبه انتبه تترك الجوال عنه واحد على عشرة أروح أقلبه واش بصير عشرة أس سالب كام واحد حلو أبسط الآن عشرة مع عشرة راحت إذن إكس عرفته سالب واحد إذن هنا الإكس سالب واحد يلا أروح أجيب الواي أروح أجيب الواي الحين تقدروا تكبروا الشاشة إذا أنتون عندكم بالجوال تقدروا تكبروا الشاشة تخلوا زوم تعرفوا في الزوم تكبروا الشاشة علشان أصير واضحة عندكم الأعداد يعني إذا كان إذا كانت الشاشة صغيرة يلا أروح إلى الثانية تسعة أوس واي يساوي ثلاثة أروح أحلل بدل التسعة أخليها كم يصير ثلاثة أوس كم أوس ثنين أوس ثنين واي أشيل الثلاثة مع الثلاثة إذن اثنين واي صارت اثنين واي يساوي كم لأن هنا أوس واحد يساوي كم يساوي واحد إذن يؤدي أن واي يساوي نص قسمنا على اثنين إذن نص إذن هنا بصير على واحد على اثنين يلا باعيد ركز ركز يا مشتبه ركز ركز جيب ورقة وقلم وكتب معاي ركز الآن صارت سالب نص ونص الجواب كم يصير سالب نص واضح إذن نعيد من جديد علشان مشتبه سهل شوي يلا يا مشتبه ركز يا مشتبه فهمت يا عبدالله قيلي عرفت الجواب عبدالله قيلي ممتاز ممتاز جميل يلا أروح أعيد المسألة الحين يلا يا نور حسين عبدالقرية يلا علشان نوجد الجواب عطاني عشرة أس إكس واحد على عشرة إذا أنا أبغاهم لازم أروح أقلب هذا العدد أقلبه لأنه لازم يصير متساوي إذا قلبنا واش يصير يا مشتبه تفهم كلامي يا مشتبه أشرح أنا بالعربي يا مشتبه أروح أقلب واحد واحد على عشرة واش بصير عشرة والسالب كم واحد حلو أختصر العشرة مع العشرة إذا نيكس عرفته سالب واحد حطينا سالب واحد واضح ممتاز ممتاز يا مشتبه أروح إلى الثانية الحين تسعة أس واي يساوي ثلاثة التسعة أحللها لأنه لازم يصير نفس العدد الأساسيات يصير متساوية فبيصير لنا المسألة كالتالي فبيصير لنا ثلاثة أس اثنين واي يساوي ثلاثة أس واحد حلو أطير الثلاثة مع الثلاثة بعدين أقسم على اثنين إذن واي بيساوي واحد على اثنين إذن أروح أكتب هنا زائد نصف وأطلع الجواب سالب واحد زائد نصف إذن الجواب كم يصير سالب نصف إيه خليك سريع يصير two in one في الجامعة ما في يقول لك صبر هو يشرح وإنت شكرا يا نور بارك الله فيه وإنت وإيش تكتب هو يشرح وإنت تكتب الملخص في الجامعة لا تقول لأستاذ stop لا تقول لأستاذ وقف هو على طول بيشرح يشرح وإنت تكتب عود نفسك إنك تفهم تكتب تركز كل صير يعني full option تعرف أش معنى full option يعني معنى كامل المواصفات يلا كامل المواصفات يلا زين ممتازة يا فاطمة بارك يلا عطاني المسألة التالية أوجد مساحة المنطقة المضللة هنا طبعاً ما هي المنطقة المضللة لاحظوا هنا عطاني المنطقة المضللة هنا هذه منطقة مضللة وهنا أيضاً منطقة مضللة وهنا المنطقة مضللة وهنا منطقة مضللة حلو زين الآن نبغى نوجد المساحة المنطقة المضللة ماذا يساوي أحد يعرف عبارة عن مساحة المربع ناقص مساحة مين الدائرة اذا اروح اكتب يلا اكتب يا حجي يلا يا مشتبه اكتب المنطقة المضللة نقول مساحة المنطقة المضللة ماذا يساوي يساوي مساحة المربع ناقص مساحة من الدائرة حلو عرفنا هذه القاعدة مساحة المربع على مساحة الدائرة جميل اذا عرفنا ان هذا هو القانون ما داما عرفت هذا القانون اروح اجيب مساحة المربع واجيب مساحة الدائرة ماذا يساوي مساحة المربع يلا يا حجي كيف نسوي نروح نضرب مين في مين نضرب ثلاثة ضرب مين ضرب ثلاثة صح ثلاثة ضرب ثلاثة كم الجواب الجواب تسعة حلو اذا هادي مساحة المربع نكتب هنا المربع يساوي تسعة اروح اجيب مساحة مين الحين الدائرة لاحظ هنا في الدائرة عطاني نصف القطر كام واحد ولكن غير معقول ايه دانا بعيد من جديد بعدنا ما خلصنا ما رحنا بعيد ما رحنا بعيد بعدنا موجودين ما رحنا بعيد هنا عطاني نصف القطر واحد ولكن منطقا وعقلا وقانونا ورياضيا انه ما يصير واحد يصير كام المفروض احد يعرف المفروض يصير كام اذا كان على هذا الرسم يا السلام عليش يلوجين ممتازة يا زينب قاسر احسين الجنبي واعي لا مو واعي مو واعي حسين الجنبي ممتاز يا مشتبه ايمن نبي الاحسن يلا يا امجاد او عفوا امجد ندلعك لا يا امجاد مو بوينت فايف لا لا محمد فيصل واحد ونص فاطمة رمضان واحد ونص ليش واحد ونص اذا كانت الدائرة متصلة بالمربع اذا كانت متصلة بالمربع فالمفترض يصير نصف الضيل يصير كده واحد ونص نصف المربع يصير نصف المربع واحد ونص لأن هذا كل قطر كامل وهذا قطر كامل يصير واحد ونص ولكن لربما يمكن في خطأ في السؤال في الرسم قصلي يعني مو في السؤال في الرسم خطأ في الرسم ولهذا كتبوا لنا نصف القطر هنا تأرباح واحد يمكن هنا في فراغات هنا هنا في فراغات يعني مو كامل القطر كامل فالهجم نحسبه الآن على نصف القطر واحد يا الله ماذا يساوي مساحة الدائرة يلا يا نور مساحة الدائرة ماذا يساوي ماذا يساوي فاطمة بسرير ويا واعيو معاي يلا مساحة الدائرة ماذا يساوي يلا طانق تربيع يا سلام عليكم يا سلام عليكم طانق تربيع ما حضر اليوم بدور محمد أشوفوا ما يشارك بدور محمد إذن طانق تربيع النقم عندي واحد إذن بيسألنا طا أو باي إذن النقص الحين تسعة ناقص طا الجو ما شاء الله عليكم منور 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 شربس قهوة علشان يعتد المزاج في الرياضيات إذن يصير تسعة ناقص باي ممتاز خلاص واضح المسألة طبعا الله يساعدكم إن شاء الله طبعا واضح المسألة لأنه أعطاني نصف القطر أنا سويت المسألة حسب المعطا إذن الإجابة فقرة سي يلا سؤال سبعة يلا خليك شاطر حامي حامي يلا أعطاني يبغى آر هنا حسب نظرية مين يلا يا أولاد يا بنات حسب نظرية مين ما دام أنا عندي مثلت قائمة حسب نظرية مين حسب نظرية مين في ثاغور يا سلام عليك يا سمحان ممتاز يا هلال جميل يا نور أيمن رايع مشتبه فاطمة البراك ممتازين روان يا سلام عليك حسب نظرية في ثاغور يعني آر بيساوي الجدر التربيعي كله والربع الأعداد هنا الربع هذه الأعداد يعني نقول زائد واحد الكل واش بصير الكل تربيع بعدين زائد الأنصر الثاني ناقص واحد الكل واش بصير تربيع يلا أروح أفك التربيع وأفك الثاني التربيع إذا فكيناهم في التبصير بيطلع علينا الجواب مين فقرة مين فقرة سين تعرف تفك التربيع لو أفك التربيع نبسط يلا نفك الأقواس أحسنتم هذه 2x تربيع نظروها بنفسها مرنتين فبتطلع علينا 4x تربيع بعدين الأول في الثاني في الثنين 4x بعدين زائد واحد هذه ربعنا بعدين هنا أيضا الربعة مرتين بيطلع علينا 4x تربيع بعدين ناقص 4x زائد كم زائد واحد ونجمحهم الآن ونشوف نجمحهم الآن يطلع علينا الجواب 4 زائد 4 الجواب ثمانية إذا ثمانية x تربيع حلو سالب أربعة وموجب أربعة هذه بتروح واحد زائد واحد كم الجواب 2 إذا صار تحت الجدر 8x سكوير بلس 2 آه بدر يلا نعيد قبل شوي انت معانا يلا نعيد قلنا إذا نبغى نوجد الار هنا حسب نظرية مين نظرية في ثاغورس أربع أولا الظلع وأربع الظلع الثاني أربع هذا وأربع هذا إذا ربعناهم بصير هذا فك الأقواس وهذا فك الأقواس إذا بصير على هذه الطريقة بالنسبة لفك الأقواس بصير هذا فك القوس الأول وهذا فك القوس الثاني ونجمحهم ونكتب المقدار إذا في بصيرين الإجابة فقرة مين فقرة سين جميل إيه جابوا ليهم هندسة واجد واللفظ واجد مكرر من التجميعات إحسنتم ما شاء الله عليك إذا لازم تحل تجميعات ونقول لك تدرب 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 لازم تحل تجميعات إذا شو بها هندسة من ضمنه هندسة التجميعات نرسل ليكم ما يهم نرسل ليكم لازم تدرب وايد 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 على حسب اللهجة التي تقولوها وبعضهم يقول لازم تدرب كثير 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 لازم تدرب كثير 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 مين مين يا إيمان نعيد مين هذه المسألة نعيد هذه المسألة يا إيمان هذه المسألة مرة بسيطة بس تربح هذه وتربح هذه ركزي يلا يا إيمان خليش معانا يا إيمان يلا الآن كيف الطريقة قلنا حسب نظرية مين في ثاغور صح حسب نظرية في ثاغور ماذا يساوي الار تحت الجدر التربيعي وناخد 2x زائد 1 الكل تربيع إذا نحط تربيع إلى القوس الأول وأيضا نحط تربيع إلى القوس من الثاني إذن x ناقص 1 تربيع إلى القوس الأول القوس الثاني حلو بعدين الروح الربع نضرب هذا بنفس مرتين وهذا نضرب بنفس مرتين إذا ضرب ناقص بصير عندي 4x تربيع بعدين الأول في الثاني في الثنين هذا فك التربيع لازم تعرف الطريقة 4x بعدين مربع الأول وهو زائد 1 حلو الروح إلى الثانية نفس الشي 4x تربيع الروح أضرب الأول في الثانية مع تغير الإشارة ناقص 4x زائد 1 يلا أروح أجمع الحين 4 زائد 4 كم الجواب يصير 8x تربيع حلو وهذه بتروح زائد 2 تحتاج لمهندس رامكو حدفنا الأربعة يا عبد الله السالم لأن 4x4 4x4 في المعادلة إذن كم حل موجود يصير عندنا حلين 2x2 إذا قيمة مطلقة موجودة يصير حلين 2x2 أحسنت يا أمجل يلا السؤال اللي بعد السؤال اللي بعد قالينا سيارة تستهلك 20 لتر إذن هنا أسوي علاقة سهمية يكون أسهل إلي إذن أقول قالينا 20 لتر إذن أروح أكتب 20 لتر 20 لتر خلينا نقول 20 لتر إلى وين متوجه إلى كم تستهلك إلى 120 ساعة إذن 120 ساعة بعدين عندنا طال عمركم كم تستهلك أروح أحط x أحط x نحط x إلى كم إلى 140 تناسب تعرفوا التناسب أروح أوجد قيمة ال-x الحين يلا ماذا يساوي إذا أبغى حلا وجد قيمة ال-x إذن أقول x يساوي أروح أضرب 140 140 ضار كم 20 قسم قسمة كم ساعدوا الأستاذ ساعدوا الأستاذ قسمة كم قسمة 120 حلو إذا بسطنا نشيل الصفر مع الصفر وبسطنا تقريبا بيطلع علينا تقريبا 23 تقريبا 23 22 الإجابة تكون فقرة من فقرة دي هنا طلع بالتقريب يطلع لنا 70 على 30 إذن تقريبا 23 الإجابة فقرة دي يلا نروح السؤال إلا بعد قال لنا في هذا السؤال التالي وزع أو وزع مال على ثلاثة أشخاص كان نصيب الربع الأول هو ربع المال يعني الأول أخذ الربع يعني لنفترض أن المال كل X الأول أخذ ربع يعني 1 على 4 والثاني أخذ نصيب يزيد عليه بمئة يعني X على أربعة أخذ ربع ولكن زايد كم مئة ريال زايد مئة ريال زايد مئة ريال حلو أما الباقي فمن نصيب الثالث أخذ أخذ ألف ريال إذا نكتب أخذ ألف ريال هذا كل يساوي كم المبلغ كامل وهو X يلا خلاص صارت عندي معادلة يلا ربع زايد ربع كم الجواب يصير يلا حجي ربع زايد ربع كم الجواب يصير ربع زايد ربع كم الجواب يصير يساوي نصف ألف ألف كم ألف مئة لازم تعرفوا تحسبوا علشان لا حد يلعب عليكم في الفلوس يساوي لنا X علشان إذا شريت لكم بضاعة تعرف تحسبوا ما أحد يلعب عليكم يلا الحين أحل المسألة أنقل نصف إلى هنا إلى الجهة الثانية إذا نقل نها وطرح نها فبيطلع علينا الجواب نصف X إذا الجواب نصف X يساوي ألف ومئة يلا أروح أضرب ويكمل حين بثنين إذا X بيطلع علينا الجواب ألف ومئتين حلو جميل يا جميل أحسنتم فبيطلع علينا الجواب فقرة مين فقرة دال حلو ممتازين رايح جميل يلا نواصل قال لنا ساعة حائق بها خلل بحيث تتقدم 20 دقيقة طبعا لازم تلاحظوا هنا كلمة تتقدم أو تتأخر لازم تعرفوا لأنه يجبوا في الاختبار بعض المساء يقول لكم تتأخر بعض المساء يقول لكم تتقدم إذا قالنا تتقدم يعني نزيد إذا قالنا تتأخر يعني ويش نقص ناقص كم تتقدم قال لنا تتقدم 20 دقيقة حلو وقال لنا إذا كانت الساعة التاسعة الآن فبعد متى تشير بعد خمس ساعات يعني كم دقيقة تتقدم إذا بعد خمس ساعات يلا تعرفوا كم دقيقة يلا يا أيمان نبيل كم دقيقة إذا عندي خمس ساعات عندي خمس ساعات أبغى أضرب في 20 دقيقة إذا الجواب كم تتقدم 100 دقيقة ممتاز يا أيمان نبيل واعي يلا يا روان الحين عندي 100 دقيقة قال لنا الساعة تسع بعد خمس ساعات المفروض تصير الساعة كم بعد خمس ساعات نحسب بعصاب يعني 10 11 12 بعدين 1 2 المفروض الساعة 2 تصير ولكن من زيد 100 دقيقة زيد 100 دقيقة فبيصير لنا الجواب إذا زيد ساعة بيصير الساعة 43 واربعين دقيقة إذن الإجابة في هذه المسألة فقر مين فقر مين فقر جميل السؤال اللي بعد عمل تخفير أو عمل تخفير 30% على الجهاز قيمته 3000 آلاء آن عيد يلا يا عبدالله سالم ركز عبدالله سالم إن عيدي عبدالله سالم قال لنا ساعة تتقدم كم 20 دقيقة شفت دي 20 دقيقة يعني كل ساعة 20 دقيقة بعدين قال لنا الساعة تشير إلى الساعة التاسعة بعد كم يصير بعد خمس ساعات يعني نروح نشوف كم دقيقة تتقدم إذا كل ساعة 20 إذا اروح اضرب 20 ضرب خمسة إذا صارت عندي 100 دقيقة إذا قال لنا بعد خمس ساعات المفروض توصل لساعة 20 بالرب بس لأنها تتقدم 100 دقيقة وال100 دقيقة عبارة عن كم ساعة المئة دقيقة عبارة عن ساعة واربعين دقيقة مع الساعة 20 صار ولن كم الحين صار عندي ساعة 43 واربعين وينش دقيقة واضح يلا اروح المسألة اللي بعدها قال لنا عمل تخفيض 30% على جهاز قيمته 3000 فما قيمة البعض التخفيض اروح حل سريع كده مرة بسيط كيف احسب الآن التخفيض اما انا سوي بالطريقة العادية يا اسراء يعني اما اقول 30 عبدالله اقيل واعي يلا خليك واعي 30 على 100 ضرب كم ضرب 3000 هذه الطريقة طريقة القانون وابسط اشيل صفرين مع صفرين بيطلع لين الجواب اذا التخفيض 900 حلو اروح انقص الحين 3000 نقص 900 كم الجواب يصير 2100 عدل 2100 كيف تقول بي من اللي قال بي C الاجابة C يلا اذا صارت او اقدر هنا اذا اجد التخفيض اشيل الصفر مع الصفر واروح اضرب ثلاث ضرب 300 لجواب 900 اذا وجدت التخفيض 900 ريال وانقص اذا الاجابة فقراسي جميل يلا المسألة اللي بعدها قارن بين القيمتين قيمة مشتريات مع خصم كل حدة وقيمة مشتريات مع خصم على القيمة كاملة بصير نفس الشيء اذا انا عندي قميص وعندي بنطلون وعندي قبعة قال لنا تخفيض عليهم 10% 10% 10% وكل حسب لوحدها وبعدين قال يلا اول شي نسوي طريقة ثانية القبعة والقميص والبنطلون نجمحهم كلهم نسوي لك تخفير بيطلع نفس الشيء دسيم دسيم تعرف اش معاني دسيم دسيم يا حسين معيلو حسين مبارك خليك واعي لا تسهيك حسين مبارك واعي اذا اصلاح دسيم دسيم صح اذا الاجابة فقرة واش صارت فقرة سي يا سلام علي شاستاذ زينب ما شاء الله عليكم جميل يلا يا سعيد ركز عبدالله قطان علي العلي فاضل غزوي فاطمة مسرير الاستاذ فاطمة الضيف فدك كومين محمد شفيق ركزوا معاي يلا الاجابة فقرة مين فقرة سي راية جميل يلا المسألة اللي بعيدها طبعا في المسألة اللي بعيدها يقول لنا اذا كانت اكس على واي هنا صححوها بس طبعا اكس على واي يساوي اكس على واي يساوي عشرين هنا هنا اذا كانت اكس على واي يساوي عشرين هذه العشرين موجودة في وين موجودة هنا لأن هذه صر جملة غير صحيحة هنا يساوي عشرين قال لنا اوجد اكس على اثنين يلا اوجد اكس على اثنين اروح اجيب قيمة اكس يلا نضرب الوسطين بالطرفين يلا ماذا تساوي اكس اذا مضرب الطرفين بالوسطين واي ضرب عشرين كم الجواب يصير عشرين وينش عشرين واي حلو يلا يبغى هو اكس على اثنين يعني اقسم على اثنين وهنا اقسم على اثنين اذا اكس على اثنين بساوي عشر واي بساوي عشر واي اذا الاجابة تكون فقر ويش فقر ايه جميل جميل يلا اخر مسألة في الكم اذا كان المتوسط الحسابي نعيد يلا ركز ركز علشان لا ياخذ عليك وقت واجل ركز يا مشتبه ركز اذا كان اكس على واي يساوي كم يساوي عشرين حلو قالينا اوجد اكس على اثنين اوجد اكس على اثنين اروح اضرب الوسطين بالطرفين يلا اذا اكس بساوي عشرين واي عشرين واي اروح افضل دير ماذا يساوي هذا اعطاني المتوسط الحسابي عندي ثلاثة اعداد هذا العدد الاول وهذا العدد الثاني وهذا العدد الثالث واعي معاي قال لنا ما قيمة الـ X إذا قال لنا أعطاني المتوسط الحساب كيف وجده راح قسمي على كم على ثلاثة صح قسمي على ثلاثة إذن هنا بصير عندي الجواب ثلاثة أبغى أوجد مجموحهم أروح أضرب مقص ثلاثة ضرب 16 كم الجواب يصير كم الجواب يصير حجي ثمانية واربعين إذن هنا أروح أجمع الإكسات والأعداد يلا نجمع الإكسات والأعداد يلا نجمعهم خلك معاي يلا نجمع ثلاثة X وعدنا هنا X وعدنا هنا 2X كم صاروا كم صاروا ساعدوا الأستاذ كم صاروا صاروا 6X حلو وأروح أجمع الإعداد الحين خلك معاي يلا يحجي خلك معاي يحجي نقل نجمع خمسة زايد أربعة تسعة ناقص ثلاثة ستة إذن صار جمعناهم صار هنا ناقص لا كم زايد ستة عدل زايد ستة يلا صارت المعادلة سهلة نبغى نوجد قيمة X أنقل الستة للجهة الثانية إذا نقلناه بيطلع ثنين واربعين صح؟ اثنين واربعين قسمة على ستة إذن X بساوي اثنين واربعين قسمة ستة ماذا يساوي الجواب؟ الجواب سبعة إذن الإجابة فقرة B يا سلام عليش يا فدف عبدالله قطان كوميل يحيى خزعل أمجد فاطمة رمضان محمد رائع واعين يلا إذن الإجابة فقرة مين؟ فقرة بي رائع حلو خلاص يلا ناخد حين القسم اللفظي يلا سريع على القسم اللفظي يلا حر صيف ما هي الإجابة؟ حر صيف جمعنا الأعداد ستة عشر ضرب ثلاثة ضربنا ستة عشر ضرب ثلاثة يا نور حسين لأن هنا كيف نجيب المتوسط الحسابي مو نقسمهم عليكم نقسمهم نقسمهم عليكم على ثلاثة حلو ونضرب الوسطين بالطرفين علشان لأن نجيب الوسط الحسابي نقسمهم على ثلاثة على عددهم نروح نضرب ثلاثة في ستة عشر كم الجواب يصير؟ ثمانية واربعين حلو يلا نروح المسألة اللي بعدها قلناه يلا اللفظي اللفظي حر صيف ما هي الإجابة؟ ممتاز يجعل الحياة دائماً كلها حلوة يا نور يلا اللي بعدها حر صيف الإجابة قلناه ويش؟ فقرة ويش يصير؟ فقرة A وليس B الحر يكون في الصيف والمعاش يكون في النهار مو الإجازة تكون فيها المتعة ينتون حتى في الإجازة الواحد يستمن يبغى عمل إذا أنا قلت لك كلمة يكون المعاش يعني طلب الرزق طلب الرزق ما تعرف المعاش؟ طلب الرزق الراتب إذا رحتوا إذا اشتغلتوا بتقول إليهم كمل معاش وكمل راتب ما يقول وجعلنا النهار بالقرآن وجعلنا النهار معاشة يا سلام عليك السادة فاطمة وجعلنا النهار معاشة يعني النهار طلب الرزق يلا النوم والراحة هذا بالقرآن الكريم ما معنى النوم والراحة ما هي الإجابة؟ النوم وراحة يصير الصيام والجوع النوم يعطي راحة أو يسبب الراحة أو في النوم راحة وفي الصيام الجوع وكل ما جعته في الصيام صار عندكم عجروا ثواب كبير شعراء وقصيدة ما هي الإجابة؟ هنا وظيفتهم وظيفة الشاعر يسوي قصائب وظيفة الطباخ يصير هو طعام في أحد فنان في الطبخ الفنان في الطبخ مطلوب هذه الأيام سواء ولد أو بن الولد يخلوه يشتغل في المطعم يصير شيف والبنوتة تصير فنانة في الطبخ تبيع في الانستغرام يلا صباح وليل ما هي الإجابة؟ صباح وليل يلا يا فنانة يا فاطمة ببراك فنانة في الطبخ ففاطمة صباح وليل يعني بالعكس إذن يصير ذكر وأنثى جميل حقيبة وجلد الحقيبة مصنوعة من وين؟ من الجلد صح؟ والسيارة مصنوعة من مين؟ من الحديد حلو زيادة ونقصان هنا بالعكس لا لا ممكن لهم ألف غيرنا مجتبه غيرنا الإجابة فقرة وين صارين؟ فقرة ب إذن الإجابة تكون فقرة ب جميل حلو يلا المسألة اللي بعيدها قهوة وسهر دائما إذا شربتوا قهوة ويش؟ تسهروا صح؟ في ناس ما تسهرهم القهوة قهوة وسهر ما هي الإجابة؟ العلم وش يصير؟ العلم والنهضة العلم والنهضة لأن القهوة تسبب السهر صح يوم محمد؟ والعلم يسبب النهضة جميل الشتاء والبرد ما هي الإجابة؟ يلا أولادنا بناتنا الشتاء يأتي بالبرد لأن جميل الشتاء يخليك تدفع والليل أيضا يسبب الظلام يلا شرارة ونار ما هي الإجابة؟ أن الشرارة تسبب ماذا؟ تسبب النار والسرعة تسبب الحادث جميل حلو فقربي شاطرين يا سلام عليكم يلا حديد ونحاس يلا ما هي الإجابة؟ هنا عندي عناصر كيميا الإجابة تكون فقراء ما شاء الله عليكم شاطرين في اللفظ عرب ما شاء الله عليكم شاطرين في اللفظ يعطيكم العافية والصحة والسلامة تقبلوا تحياته لأستاذ زكية الشعلة فيك أمان الله